اشتركوا في القناة 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 في حرياته في حفظ كرامته في تطور العلم في تطور التقنيات في تطور الحياة هل ترى ان الحياة الان مثل الحياة قبل عشرة طرون كل هذا التغير الهائل هذا صناعه الغرب من الذي صنعه طيب أليست مثلا مفاهيم الغرب حقوق الإنسان على سبيل المثال منجز إنساني هو تراكم ساهمت كل الحضارات فيه لا ليست تراكم بس الغرب اللي صور لا بدون شك الاستبقاد هذا قيدا هائل قيدا لا يمكن أن يحصل معه أي تقدم هل ترى أن هذه النظرية تنطبق على الوضع في العراق بعد ذهاب صدام حسين الذي تصفه بأنه طاغير العراق لم يسمح له حتى الآن أن يستقر تدخل فيه كل العالم بالشكل الذي نرى الغرب الذي تثني عليه تدخل فيه الغرب تعامل أيضا مع اليابان واستطاع أن ينقذ اليابان من استبداده يعني اليابان الآن تعتبر نموذج في الديمقراطية في الحريات في كل ما أنتجه الغرب من مزايا تتحدث أيضا أن العرب في فتوحاتهم في صدر الإسلام خرجوا من صحرائهم فاتحين لا دارسين ماذا تقصد بفاتحين لا دارسين سيد إبراهيم يعني أنا أرى أن العرب استمروا خلال القرون وما زالوا يعتقدون أن لديهم من العلم الكفاية لديهم من العلم والحكمة الكفاية وأنهم ليسوا محتاجين إلى أن يتعلموا من الآخرين لأنهم ظهروا على مسرح التاريخ كفاتحين ودارسين ومعلمين وليسوا متعلمين واستمرت عندهم هذا الوهم ومرشدين لا مسترشدين كما تقول ومرشدين لا مسترشدين يعني ما زال هذا الوهم باقيا عندهم رغم أن الدنيا كلها تغيرت الدنيا تغيرت وهم ما زالوا يظنون أنهم من واجبهم أن يعلموا الآخرين من واجبهم أن يعلموا الآخرين ومن واجب الآخرين أن يصغوا إليهم وهم ليس لديهم أسرع أن يقدموه للآخرين ومع ذلك ما زالوا ولهذا هذا الوهم الفضيع هذا الشعور بالكمال هذا الشعور بأنهم يجب أن يتعلموا من الآخرين هو الذي جعلهم عاجزين عن أن يستفيدوا من حكمهم